السلام عليكم كدير إلا بس عليكم اتمنى تكونوا بخير على خير اليوم جيت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم سوف نحضر معكم واحد الحلوة واحد الكيك الطبقات والحلوة المرايا التي تجي رائعة وزوينة وسهلة ندوز المقادير وطريقة تحضير هنا كما تشوفوا عندي كاسونس في الميزان 150غ ندي سكاس الحليب وعندي سنيدة واحد نسكاس زيت وبحرارة المطبخ او مستعمل كبير كاكا والمر وزن 7 غرام خمارة 8 غرام وقبيسة الملح كما تشاهدون الكيكو كما تشاهدون البيض ثم نضيف الساندة ثم نضيف القبيسة الملح وزيت ونضيف الطراب جيد كما تشاهدون هنا كما تشاهدون كما تشاهدون بعد ما تضيف الطراب والزيت وقبيسة الملح سنضيف الحليب ثم نضيف الكاكا goes سوف نخلط سوف نضيف طريقة بشوية بشوية سوف نحسب الخالب سوف نضيف طريقة بشوية بشوية و نضيف الخمارة سوف نضيف المون الطالع سوف نضيف طبقة سوف نضيف الخالب سوف نضيف الخالب سوف نضيف خالب سوف نقصح بالسف انت مردت الخليطة الدليكة سوف نقصح سوف نأخذ 1 مول دائري بحالة كما تشوف فرشت لها ورقة الزبدة وليس كذلك سوف نقصح الخليط سوف نساء كما تشوف ونقصح فرشت سوف نقصح وقصح كما تشوف ونقصح كما تشوفون بعد ما طابت لي الكيك ديالي عوكي يجيق لعات الشكل كما تشوفون انا ما كياخدش لنا الوقت بساف 10 دقيق حتى 12 دقيقة على حسب الفرار اللي عندكم عوكي ما تشوفون دا بغادي اندوزول للطبقة التانية كما تشوفون هنا اندي واحد ربع كاس ديال المعادي وعندي اي واحد الكاس ديال الحليب المجفف والانيدو كما تشوفوا بعبار كاس العنبة واللستة المعال الكبار وعندي هنا هي ثلاثة الياغورت ثلاثة الحكاك ديال الياغورت كما تشوفون بدون نكهة يعني مسوس وعندي هنا واحد الشاشية ديال فاني 7 قرام دا بغادي اننا خلطوا هاد الخالط ديالنا الطبقة التانية كما تشوفوا هنا كما تشوفوا كنزلوا هاد الياغورت اغلق الفاني ونخلط المكونات كما تشوفوا이� كما ترى سوف نخلط الخارج سوف نضع طبقة كيك و نضع طبقة الثانية كما ترى لا نضع الطبقة الثانية فنضع الفران و لن نضع الفران بالفق قد تنشف فنخلط خلط و بنصف ثم من الوضع حتى الأسبوع لن نقوم بها فنفع الفران و نضع نقص الفران و ننشف فنخلط هنا كما تشوفون بعد ما طابت لنا الطبقة الثانية كتكون على تشكل كتنشف كتكون بحلقة كما تشوفون دخلوا هنا جانبا انتبرا وهذا ندوز دبا للطبقة الثالثة وهي الأخيرة عندي هنا فلو بوزن 6 غرام كما تشوفون فلو دي الشكلات وعندي هنا فلو دي الكراميل بوزن جوج غرام دق الفلو الصغار كما تشوفون وعندي هنا معلقة كبيرة دي القهوة تسريع الدوابان وعندي هنا ربعات المعالقة الكبار دي الساني دا والسكر كي يبقى على حساب الدوق وعندي هنا واحد ثلاثة الكيسان بعباركس العنبة دي اللي ما كما تشوفون عادي وعندي هنا غاد نشت واحد الكسرونة وغاد ندلو فلو غاد ندلو مكونات كاملين كراميل كراميل و الساني دا و الماء وغاد نخلطه ثلاثة الكيسان بعباركس العنبة غاد نخلطه المكونات غاد نضيفه غاد نضيفه ثلاثة الكيسان بعباركس العنبة غاد نضيفه سوف نضيفها في فوق الطبقة الثانية ثم نضيف الخلط سوف نضيف البطا سوف نضيف البطا سوف نضيف البطا تجد نظيف البطا سوف نضيف البطا نضيف بلا بعد ال� second البطا سوف نضيف البطا الخليط كما تشوف نخوي على الطبقة الثانية على هذا الشكل ثم نضيف ثم ندخلها الثلاجة تبرد المدة جسس واحدة تبردنا مزيان ونخرجها ونرى لكم شكل نهائي كيف تجي من بعد ما تبرد ونعا كما تشوفوا من بعد ما تشوفوا كما تشوفوا الحلوة خليتها في الثلاجة حتى بردات مزيان ونحن تبعو تقطعها ونضيفها في الفريقو حتى تجمد لكم حتى تقطعها هنا كما تشوفوا نحاولو كنا نضيرها كفشناب المص بش ما تكونش لاسقة لنا بحالك صافيو كنا نحلو عليها بحالك هذا الشكل كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا نحيدوا العلمون بشوية وكتجي بحالكة كما تشوفوا انتوه كيفشكات جي مخيطة التباصي التقديم و سنقطعها معكم و تشوفوا الشكل نائي دياله كيفش كاتجي وهنا هالحلوه ديالنا بعد ما اضعتها في الطبسي تجي الى الشكل كم كتشوفو كاتجي رائعة وهنا سنقطع لكم باش تشوفو كيفش كاتجي كاتجي رائعة وهنا شح كاتجي ما كاتشوفو اتمنى اتعجبكم هنا كما تشوفوا ايام بعد ما قطعتها تأتي لها تشكل كما تشوفوا اتمنى اتعجبكم و اتجربوها لا تنسوش اشتركوا معي في القناة و اتدعموني باش يبقى وصلكم كل جديد وبصحة و راح